5 سنين كابتن كريم حافظ هو ان شاء الله نجم حلقتنا النهاردة في لايف معنين اللي بنقدمه كل يوم الساعة 11 على اكاونت انستغرام يلا كورا معي أنا كيادة ورابي شايفة منكم اقتراحات جميلة من جوم كتير كبار مش بس فا كورا كابتن كريم بس ان شاء الله يعني في تحسن دلوقتي النسبة بتقل وفي اندية رجعت التمرين وان شاء الله احتمال نرجع التمرين اسبق داي ان شاء الله حريكت مع نادي مالاتيا سفورد مالاتيا سفورد حريكت بلقت بمعايد الرجوع التنبين او لسه او يوم 15 او 10 او 15 حريكت من شاء الله يعني دنيا بتتحسن طب ايه بتتبع مسلسلات ايه في رمضان دلوقتي والله يبقى مش متابع مسلسلات او لان التلفزيون المصري الجهاز عندي فصل ما رفش ليه اول ما رمضان بدأ الجهاز فصل او انت يعني حاسس بقى اجواء رمضان ولا مش حاسس بينا ولا ايه لا حاسس بيها طبعا يعني يلا اجواء بتبقى يعني سبحان الله كده بتبقى في القلب يعني ده بقى لك دلوقتي يا كابتن اكتر من خمس سنين بتقضي رمضان يعني معظمه في اوروبا ايه بقى لي ست سنين بزرطة اوه بقى لي ست سنين يعني عدت منهم يعني احضرت منهم تلاتة في مصر يعني من الايام الاخيرة ممكن اخر عشر ايام يعني اكيد طبعا بتوحشني اهلي بيوحشوني صحابي لما بنفتر مع بعض الصحور بس اعتقدت تركيا فيها اجواء شوية عند الجيكا لا لا مفيش لا مفيش بردو ترويح على العربية الفول طب ايه اكتر موطش العبتو في رمضان ما تنسووش ابدا يعني دايما في رمضان بتبتكر الموطش دك والصراحة لما لقيتش مشارات كتير في رمضان بس هي اكتر فترة صعبة في رمضان لها مع الانديع كانت اول سنة لها في الجيكا اه كان اول سنة في الاحتراب اه كانت رس كانت تلك سنة كملتش تتعتاشر سنة على طب تمنتاشر سنة رحت انا عن تمنتاشر سنة فدي كان اصعب رمضان بالنسبالي يعني او ما سافرت كانت فترة اعداد وفترة الاعداد بيبقى فيها تلات تمارين تلات تمارينات وكذا كان مجهود كتير مع سيوم ايه؟ مجهود كتير مع سيوم واليوم هناك بيبقى مثلا مغرب بيأزن ساعة عشرة بالليلة ايه ايه من خمسة لعشرة فساعتها كنا كنا كذا كذا لعيب مصري فكنا بنساعد بعد يعني فيها اوقات لما مكناش من يبقى قادرين خالص بقى فسألنا فيها وكده يعني جتلينا فتوى يعني احنا ممكن نفتر على السعودية اعتقد انت يعني انا دايما بسأل من جمل معي دخلتوا في فترة الحضر المطبخ ولا لأ عشان راقتي ما بقاش فيه دايما انا خلاص بسأعتقد انت بقى لك كتير اصلا ان عندك تجارب مع المطبخ دايما انا المطبخ دايما حياتي حياة الشخصية التانية كابتن محمد دلال طبعا لعبنا دي ودي دجلة بيقول لك وكنت بتصوم يا كابتن اه كنا احنا كان معايا ما كان معايا لا انا قولي كان بيجعلنا ايام كده بنعمل فتوى مع نفسينا يعني بنفتر على السعودية بقى طب ايه ده يجوز ولا ايه ما عاربش بقى وقالك الباد اللي بقى تصوم فيه اكتر من 17 ساعة ممكن يجوز يعني طب ايه اخبارك مع تيك توك الناس دلوقتي كلها لا لا مليش انا في السوشال ميديا كتير على فكري يعني ممكن اول مرة اطلع على لايب معك طب والله يعني حاجة وهلال ده يعني هلال ده بيسألني على طب اطلع علاج معاه بقوله لا لا ما عليش في السوشال ميديا كتير يعني عمتا طيب دروقتي نتكلم ده عانك شوية هو لسه بيهزر معيه برضو بيقولك ده كان المفتي بتاعنا الشيخ كريم ان انت كنت المفتي بتاعه يا ابني عاد شكت بقى دايما بنسمع عن مفاوضات انتقالك للأهلي في الزمالك مع كل فترة انتقالاتي واخر مرة اعتقد انتقالاتي يا بص مش كل فترة انتقالاتي ايام ما كنت في فرنسا فعلا كلموني الناس من الاهلي كلموني انا اصلا ابن الاهلي يعني انا انا راح الاهلي وانا عندي ثمان سنين لحت 14 سنة ثمان سنين لحت 14 سنة بعد كده بعد كده رحت اكاديمية ودي دجلة فاكيد يعني شرف شرف ليه ان انا نعب يعني علعب ناد الاهلي وكده بس كان في الفترة دي كانت تالت سنة ليه في الاحتراف فكنت رافد ان انا رجع لمصر بس بعدها بقى بعدها ما حدش كلمني تانى يعني كان بيبقى فيه كلام صحافة بس مش اكتا بس احنا سمعنا عن مفاوضات برضو من الزمالك قريب اعتقد حرك سبحت ان كان في مفاوضات لا والله ما فيش حد يتكلمني الراسمة طيب لو في مفاوضات جدية من الخطبين هتفضل طرف على طرف في فترة انا بحاول اخذ منك الكلام براسمي بس طبعا اي لعيب يتمنى يلعب الاتنين الاندية دول يعني بس انا زي ما قلت لك انا ابن الاهلي فانا اختار الاهلي انت من 2014 بتحترف من اول نادي ليرس والحد الوقتي وانت على زمة نادي ودي دجلة وكل انتقالاتك كانت اعرافة لا انا كنت في ليرس ليرس دي كنت مودي فيها عقد خمس سنين بس هو حصل بش مهندس ماجد سعبي هو الانر بتاعهم يعني الرئيس بتاعهم فحصل ساعتها بعد سنتين ليرس كان بش مهندس ماجد حابب ان هو يبيع النادي فانا طبعا يعني بدأت من مع انا زغيرة وعني بعتبره والد لي يعني والد والد تاني وكلا فطلب مني يعني ان انا العادي في والد دجلة طبعا ما عنديش مشكلة طبعا بس انا العادي بتاعي في والد دجلة بس كل حاجة يعني الاحتراف ده انا متمسك بيه مش عايزة ارجع مصر دلوقتي خالص فقاللي خلاص ماشي هو يعني الراجل انا هو علاقتنا بقوصة جدا رجعت شور للدوري المصري بعد كده رجعت تاني نعم في فترة حياتك رجعت تاني مع ودي دجلة لأ هي كانت اول اول ستشور لها في اليرس ما رجعت يعني رجعنا كذا العيب رجعنا نتمرنا عشان ما كانش فيه فرصة لنا واحنا اول ستشور رجعنا نتمرنا يعني بالضبط تات اسابيع ورجعنا تاني اليرس فادي كانت البداية يعني الحمدلله طب دلوقتي انت لعبت بلجيكا وفرنسا وابروس وليونان شيء منو انت عندك 18 سنة بقى انا ملاعبتش في اليونان ملاعبتش في اليونان تركيا انا اسم بلجيكا وفرنسا وابروس وتركيا منو انت عندك 18 سنة ويعني دلوقتي رحلة احتراف بقى لها 6 سنين وانت لسا مكمل 24 سنة 24 سنة فشايف لفيك اجاه الاعلامي الكريم حافظ او لمسابته الاحترافية والله هم اشتاجوا الاعلامي انا مش هقولك مثلا يعني الناس بتتابع الاهل والزمالك في اي بلد يعني عمتا يعني اي بلد بيبقى عندهم جماهيرية الانديات بتاعتهم فاكيد مثلا الناس عمتا مش عارفة مين هو كريم حافظ مش عارفة مين بدأ لو انا مثلا كنت طلعت من الاهلي على برا على طول كان هيبقى فيه متابعة اكتر ما حتى من الاعلامي فانا طالع مثلا من ودي ديجل يعني ودي ديجل اه الاندي كويس وكل حاجة بس مش انديها جماعي الرئيسة الاندي الاهلي حتى الفترة اه الفترة اللي انو رفت فيها في فرنسا فعلا كنت يعني كنت الحمد لله كنت ماشي كويس جدا كان جاي لي عروض في انديها في دوريات كويسة جدا بس ما حصرش نصيب في الاخر الاعلام برضو يعني مع ساعتها كنت انا في المنتخب في ناس كتير بيتقولك انه هو مثلا ما استحييش العب من المنتخب لا انا الحمد لله كنت الناس لو كنت تفرج على المنشب بتاعتي كانت الحمد لله فيه يعني مش عايز اقولك ان كنت خلاص كنت همضي في ألمانيا يعني وروح تعاطف مع نادي كبير في ألمانيا واسبانيا نفس الكلام فلو اله لو انا مثلا ما استحييش العب في المنتخب لا الراجل اللي هو مثلا ميستر كوبر طبعا ليه فضل كبير عليا كنت لا هو مش شايف ان انا مستحييش العب في المنتخب عمر وما كان يختارني طب لو احنا نتكلم على فترة المنتخب وميستر كوبر شايف ان انت تظلمت في أمم أفراقيا في ماتش المغرب بزاك؟ والله وفي ماتش المغرب بص اقولك الكواليز بتاعتي ماتش المغرب كان في ماتش ماتش غانا قبله أفزا كان قبل ماتش غانا كان اوغاندا كانت محمد عبشافي ساعتها تصاف اوغاندا بس هو كامل نينش فكت انا خلاص بقى مجهز نفسي ان انا عقى ماتش غانا وكتاب ده وان انا بك الشمال التاني يعني فساعتها يعني قبل الماتش بيوم عرفت ان انا مش هبقى فعني خلاص بقى احبطت بقى وكده وما خلاص مش هقولك مش في دماغي لا مش مش خلاص يعني انت عارفت ان انت اه انت كنت جاية بالزابط وكده كان دور مجموعات وخلاص بقى دور مجموعات ده يعني معناها ممكن يعتبر اسهل قبت بقى اسهل ماتشات وخلاص احنا كنا في ماتش غانا كنا ضمرين الصعود ايه انا قلت بقى خلاص يعني احنا خلاص مش هلعب تاني بقى ماتش المغرب اللي كل ماتش المغرب الثانية وتتفرج عليها وكان اول حاجة ماتش المغرب ده كان من اصعب ماتشات طبعا لان فرقة كويسة جدا 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 فرقة من الزمر كان معاه مدارب كان معاه مدارب اه كان معاه مدارب كويس كان عندنا عقدة بالمغرب كنتم بتقولي ما اعرفش عشرين سنة كم سنة عبر سلعتين سنة ما كسبناش المغرب قبل الماتش بيوم النيني تصاب ايه بس اصابته كانت خفيفة ماشي فسعايتها ميلي كان في ماتش غانا كان محمدي محمدي لقى بيمين وكان في محمد فاتحي لقى بك في محمد ايه والنيني كان في النص فدلوقتي النيني تصاب قبل ماتش في المغرب قبل المحاضرة بنصف الساعة انا خلاص بقى مش في دماغي يعني انا خلاص مش هلعب حتى في التمرين ايه مش موجود وفي التمرين مش موجود يعني مش موجود في الحداشر السين في التقسيم ايه اه فلاقيت قبل المحاضرة بنصف ساعة لقيت كابتا محمود فايز بإندهلي وبتاعه بيقول لي تعالي يعني مستر كوبر عايزة فروحت بيقول لي انت جاهز تلعب وشي حمر بقى وخلاص بقى يعني قلت له اه جاهز يعني مفعش اقول له مش جاهز وعلى فكرة انا انزلت موجود في المغرب ده انا عملت اللي هو قل عليه بالظبط انا عملت اللي هو قل عليه بالظبط اعملت مستر كوبر قل عليه ما عرفش الناس عمتاً أصلاً كانت في البطولة دي كانت بتقطع في البطولة غير كده غير كده الناس كلها يعني بتتكلم عن منتخب وحش منتخب دفاعي منتخب مش هجومي الكلام ده يعني واحد مثلاً الناس لسي شايفها جديد وبتاعه فلا أصبح يستنبوه بقى بس أنا الحمد لله الحمد لله الناس اللي اتعرفني كويس يعني الحمد للناس اللي اتعرفني كويس مثلاً في الإعلام اللاعب أصحابي الكلام ده جوم كلهم اتكلموا معي قبلوا بعد الماتش وانت عملت الماتش كويس والستين ديال اللي انت لعبتهم عملت اللي عليك وبتاعه بس فحتى وبعدها رحت معسكرات تانية يعني الراجل جيت كلم معي كويس بعد الماتش مستركوبة جيت كلم معي كويس بعد الماتش فروحت يعني الحمد لله رحت بعدها معسكرات كتير يعني طب إلا حسن الله بعدها في المنتخب يعني انت شايف ان مصر فيها مشكلة في مركزك اللي هو مركز الزائر الأيصر هل شايف ان كريم حافظ مظلوم الفترة دي عشان محدث عشان هم مش بيتابعوا والدور بس اقولك على حاجة انا الصراح وعشان اضغط الاعلامي وبجماهيري ما ما عرفش بقى والله بس انا اقولك على حاجة عليه انا يعني الفترة اللي انا كنت مع مستر كوبر فيها الرجل كان بيجاهزني يعني كابتو محمد عشافي كان بسم الله مشاوه الله كان بيعمل مشاتكو هيسا ولعيب كبير طبعا ميكون متعلم منه فهو الرجل كان بيجاهزني يعني انا كنت لس انا بدأت من معايا وانا عنت متشار سنة يعني انا عنت من اربع سنين كنت الاربع سنين متواصلين كنت معايا في المعذكرات اكتر المعذكرات فهو اعتبر كان بيجاهزني وحتى كل كلامه معايا كان بيجاهزني انا اقولك اوه انا الحمد لله يعني واثق في امكانياتي وكل حاجة بس ممكن كان الفترة دي في حاجات نقصاني ان انا ما اقدرش ان انا عب عليك بس انت شايف ان انت كان المفروض تكون موجود انا انا اعرف انا يعني قبل بكسر العالم انا اتصابت كسر العالم كان في شهرة ستة انا صابت في شهرة واحد عملت عملية عادت اربعة شهور ونصر رجعت بعد اربعة شهور ونصر لعبت واخر موتش في الدوري مع لانس وبعدها الراجل كلمني يعني مصر كبر يعني كلمني كان عايز ان انا اكون موجود بس أنا أربع شرور ونص يعني بدني مش جاهز مثلا مية في المية رجلي برضو كنت عاملها مية في الأنكل وكذا رجلي كتت واجعاني جدا يعني كنت مثلا جالف كتتت واجعها كان فيه واجع فهو أكيد ليه نظرة أنا مش هقولك مثلا وفضل واحد عني لا دي وجهة نظر مدرد وأكيد أحترمها وأحترمي الجهاز اللي معها كله ونس محترمة كلها وكان كلهم يعني بيتكلموا معها كويس وما قدرش أقول فحقهم كلمة وحشة يعني طب وفي الوقت الحائلية أنا ممكن الإزالابني شوية نعم لا كم لك يعني أنا بقولك الإزالابني شوية مثلا ممكن 50% لإصابة 50% اللي أنا ما يعني فيه كذا حاجة تانية كده ما وفيدنيش نحن يكون موجود في كاس العالمية بس الأحق كاللينا وكوكا كنا نكون موجودين لأن احنا بدأنا معاهم من أول مشوار طب ودلوقتي هل شايف أن أنت وأنت مركزك ما فيهوش يعني أسامي جديرة ودايماً بنتكلم على أن مركز الزاهر الأيصر مش بس مشكلة في المنتخب ومشكلة حتى في الخطبين عشان كده هم يعني دلوقتي عندنا الأهلي لجأ أنه هو يبقى عنده محترف يعني أهم محترف عنده في المركز ده فشايف أن كريم حفظ المخروض في الفترة دي بقى مغول مع المنتخب أنا بقول لحضراتك أنا بقول لحضراتك إيه أنا والفترة اللي أنا مع اختمع مستر كوبر دي فيها دي كان يعتبر بيجهزني فالفترة اللي أنا خلاص جهزت ونضقت فيها يعني اللي هي الحق أن أنا أكون موجود يعني لو مثلا الناس بتتفرج على الدور التوركي بتتفرج على المتشات يعني بتتفرج على الحمد لله يعني الحمد لله أنا بقى ممتشات كويسة جدا هنا مع الفرقة كبيرة يعني مع الفرقة كبيرة بغض أعلى تقييم في ممتشات عملتها هنا دخلت كذا مرة تشكية الإسبوع دخلت كذا مرة تشكية الشهر فالحمد لله عملت اسمي هنا في تركيا كويس جدا يعني ممكن فترة اللي أنا بقول لك أن أنا أكون جاهز فيها 100% أن أنا أكون موجود في المنتخب مع الأسف ما فيش حد بيكلمني خواروتنا فيش حد بيتابعني طيب أنت بتتكلم على أن تجربتك في تركيا نجحة سواء مع قاسم باشا أو ملاطي سبورت فشي في الخطوة الجاية الكريم حافظ إيه؟ أنا دايما بسمع أن أنت حابب أن أنت تكون في أسبانيا الفترة الجاية أو في الدوري الأسباني والله هو بث هو حلمي ده حلمي من ونا صغير منها في الدوري الأسباني وإن شاء الله هعمله بس إحنا اسمعنا في أوقات في مفاوضات فعلا أنا من سنتين بالزبط من سنتين أخر 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 أبل كاس العالم جالي عرض من ألابيس الإسباني والعقد كان معايا وكل حاجة المشكلة اللي عطليتني أنا مرحتش في السن العالم أو يعني لو لو فترت كاس العالم أنت شايف أنه كان زمانك دلقاتي في أسبانيا آه كان العقد كان معايا وكل حاجة كان معايا أنا ممكن أول مرة أتلعقولي الكلام ده يعني العقد كان معايا بس كريم حافظ مش عايز يرجع الدوري المصري في الوقت الحالي لا لا أنا زي ما قلت لك أنه حلم من هنا صغير حلم أنه نلعب في الدوري الأسباني وإن شاء الله بإذن الله على العقد أروح الدوري الأسباني طب بالنسبة لتريزيجي بقى تريزيجي ساعدك أول من روحت تركيا تريزيجي يعني تريزيجي أخ يعني مش عايز أقول لك تريزيجي من هنا صغير من أيام ما كنا في الأهلي مع بعض كنا مع بعض على طول يعني كنا تريزيجي من كافر الشيخ أنا متبحيرة كنا على طول مع بعض يعني أيام فترة الأهلي حتى ما احترافنا احترافنا أنا كنت في بلجيكا هو وجي بلجيكا كنا مشوف بعض على طول لما أنا رحت في فرنسا كان هو في فرق اسمها موسكرو كانت على حدود فرنسا عشرين ديام كنا مع بعض على طول لما جيت تركيا هنا في اسطنبول أنا كنت نادي بتاعي أول ما جيت جيت باشاك شاهير لأ باشاك شاهير الأول بس الفترة دي ما دعبتش فيها جيت باشاك شاهير وباشاك شاهير دي جانبي كاسم باشا يعني ببيت وبيت تريزيجي كان ثلاث دقايب مبعا خانا على طول أنا وتريزيجي وان شاء الله يا رب بقى ان شاء الله يا رب لبعا تروح لانجلترا بقى مرة جاي يا رب ان شاء الله يعني دي الحاجة المحيدة لأنت ممكن تفضله عن الدورة الأسبانية يا طبعا أكيد بس أنا يعني أنا أقول لك مثلا ممكن أشوف نفسي في الدورة الأسبانية حسن شايف ان انت يعني ستايلك او كده مخاصب أكثر لدورة الأسبانية او لفرع دورة الأسبانية طب مين ده قبل اللعيبة اللي انت شايف نهاية ستايلك تحترف في الدورة المصري اللعيبة اللي انت وانت تتفارك عليها كده تقول داي ستايلك يبقى موجود مثلا هنا او في دوريات من دوريات أوروبا والله وفيه لعيبة كتير كويسة في الدورة المصري يعني الدورة المصري بيطلع لعيبة كتير كويسة لو كده ما كانش طلع عن بريزيجي ما كانش طلع عن رمضان قبل كده من قبل الجلي الزعبي كان معامر زاكي، كانت محمد شوقي، كانت نحمد حسن يعني مصر دايماً بتطلع على الناشئين كويسة يعني لما بس هم حاجة اهتموا بيها هل وجود لعب زي محمد صلاح على لفل الطموح شوية عندكم في أوروبا؟ يعني دلوقتي منتم محتاجين شاكين؟ أكيد طبعاً شرف لأي حد أنه مثلاً أكون في فريق مثلاً أكون في فرقة مثلاً وجاي من معسكر المنتخب صحابي يقولي أنت مثلاً أقد أنت مع محمد صلاح الكلام ده فده بيبقى شرف لي أكيد طبعاً ابن مثلاً ابن بلدي محمد يعني محمد العيد محترم ويستاهل ومكتهد ويستاهل كل خير يعني هل في كلام بينك وبين محمد صلاح مستمر؟ قبل كده أه قبل كده كنا في المنتخب يعني كنا أصحاب اللعيبة في فرقة واحدة يعني طيب إحنا دايماً دايماً كنا بنسمع يعني عارفنا فترة نقولي أن المحتركين بتاعنا اللي بيروحوا أوروبا بيرجع على طول وكننا بنشوف جولة وبسايته وكده بس إحنا يعني شايتين أن حاليك بقى لك ست سنين دلوقتي في أوروبا ومكامبل فشايف أن يعني اللعيبة المصرية عقلية تتغيرت في الفترة الأخيرة وبقدرين أنهم يكملوا في الاحتراب أكتر من الأول؟ نعم فيه لعيبة كتير ما قدرواش يستحملوا الغربة بس أنا يعني أتكلم مثلاً عن نفسي إن أنا مثلاً يعني يعني اعتبر متغرب هنا عن 8 سنين يعني أنا كنت بسافر كنت بروح نادي الأهلي من هنا عندي 8 سنين كنت بسافر من البحيرة القاهرة على طول فيعتبر كتغربة بالنسبان يعني عايل لسه عام 8 سنين بيعطش رمضته ويسافر وما يعرفش حاجة فأنا تعودت فده ده من ده ده ساعدني إن أنا احترف وده ساعدني على الهدف بتاع أن أنا يعني إن أنا هدفي لأشوف أهلي فخرين بيا لأنهم ساعدوني جداً أبويا ومي وأخواتي وعائلتي كلهم كلهم ساعدوني يعني الفترة اللي أنا كنت كنت في النادي الأهلي فيها وبعد كده لما رحت ودي ديجلة برضو يعني لما رحت ودي ديجلة كنت بشوف أهلي غير كل مثلاً لأنا عند 14 سنة كنت بشوف أهلي كل شهرين مثلاً تلقيت أربعة أيام بس إن شاء الله فده ساعدني شوية حاجة بتلعب في مركز الظاهير الأيصر مين اللاعب اللي بتوه يعني بيعجبك أدائه أو هو أفضل لعب بالنسبة لك يعني في مصر وعالمياً في مركز الظاهير الأيصر الفترة دي ولا قبل كده يعني اللي أنت عايزة نا هو قبل كده كده يعني كانت وأنا صغية كنت كنت قطع طول كان نفس أطلع عزي كابتن محمد عبوهاب وكابتن محمد عمورة يعني كابتن محمد عبوهاب وكابتن محمد عمورة كابتن محمد عمورة كبرت شوية كابتن سايد معوض برضو يعني بره مارسيلو وروبرتو كارلوس بره مارسيلو وروبرتو كارلوس طب ماشي عبدالرقت يعني كل وقت فقرة الأفضل أنا هقول لك مين الأفضل فكذا وأنت هتقول لي مين بس المغرب دبلوماسية بقى والكلام ده لا ما عندك دبلوماسية مفيش؟ مين أفضل مهاجم تتاريخ مصر من وجهة نظر كريم حضر؟ والله هو أنا ما يعني الفترة اللي أنا اللي أنت عسرتها وشوفت فيها طبتك بالصراحة يعني كان فترة دي كان كابتن عمد متعب وكنت شايف كابتن عمر زاكي كابتن عمري زاكي كان أفضل مدرب مصري أفضل مدرب مصري؟ مسيك المنتخب أم مدرب مصر في الدورة المصري؟ أنا أفضل مدرب مصري عمتاً مسيك المنتخب كان في الدورة المصري من وجهة مدرب وانا مكدبش عليك انا متعمدش مع مدربين مصريين انا متعمدش حتى اللي اتفرجت عليهم انا مقدرش احكم وانا بتفرج لازم اشوف المدرب ده بمسلا بيعمل لعيبة الساعة داينا المقارنة دي بتبقى محصورة بين اسمين والنسبة وتختار منهم على اساس اللي شخوف منهم ككورة او كإنجابات فانت مش شايف حد ان هو ممكن يتحطك افضل مدرب مصري بالنسبة لك اولا انا كنت مثلا بشوفه من فترة كابتن حسام حسن كابتن احمد حسام ميدو كابتن احمد حسام ميدو لو كمل في مرة انت معاه شوية لما كنت بروح ودي الدجلة فترة اعداد الكلام ده قبل ما ابدأ عندي بتاعتي يعني التفكير بتاعه تفكير اوروبي كابتن احمد مجدي طبعا نجمج وينا بيقولك انت عامل شعرك كده ليه جميل جدا ما اركن بشعرك حبيبي يا مجدي ربنا يخليك يا حبيبي طيب نرجع للافضل طب مين افضل لعب في تاريخ مصر دي سهلة بقى افضل لعب في تاريخ مصر ممكن نقول لكابتن محمد ابوتريكا طبعا واكيد محمد صلاح الفترة دي واكيد ما تفرجش على كابتن الخطيب قبل كده بس اه كابتن خطيب ده يعني اسطورة كبيرة بس هو الفترة انا احضرتها هو كابتن محمد ابوتريكا وكابتن محمد صلاح كابتن محمد اليل بيقولك كابتن محمد اليل هو افضل لعب في تاريخ كابتن محمد اليل ده يعني وعبدالعوتي محمد عبدالعوتي ص transpir حسل ليعيفه مصر طب مين افضل لعب كريم clause قdert معي افضل لعب كنت في ن edu معاي وأحاست انده اكتر لعب كنت موشوط ان انت بتلعب معي الصراحة اا انا انا اف قاسن باشا هنا وفي الفترة انا في القاسم بارد انا انا ابقى السراحة���ى تنا وترزاجة كنا عمليين شغلة عاية أم håها بعيد وا وهنا نف shamep Инبا انا انا في من بعض جدا اا وان beau في لانسي برضو كان فيه واحد مغربي برضو كنا يعني فاهمهم بعض فهو بس هو يعني يترزيجي أبضل هم يعني أفضل ثلاث مدفعين من وجهة نظرك في الدورة في طريق الكورة المصرية والدورة المصرية هو الصراحة أنا إبراهيم سعيد كابتن إبراهيم سعيد طبعا صعب السؤال ده يعني فيه مدفعين يعني الصراحة كنت بتمتع بمدفعين كتير جدا كانوا كابتن إبراهيم سعيد طبعا تنوار الجمعة دلوقتي الفترة عندنا لعبة كويسة مدفعين كويسة محمود علي أحمد حجازي ففيه مدفعين كتير يعني الصباح طب مين أكتر لعب حبيته بطفولتك أو اللعب ده اللي من أنت صغات من أنت عايز تطلع لعب كورا شمتل أزيو سواء محلين أو عالمين زيني دينزي دام وانا صغاري كنت بتمتع بيه صراحة وانت صغار ما كنتش عايز تلعب باك كنتش عايز تلعب باكشميل ما كنتش عايز ألعب باكشميل أنا وانا صغار كنت بلعب بكل حتة ايه انا حسرا انت دينزي دائم أنا لعبت كتير أصلا يعني حتى دلوقتي يعني فترة لساعد ما احترفت لعبت كتير وينج وكدا فما لعب ملاعيتش باكشميل بس يعني طب قولينا اكتر ماتش اي قولي وفي اوقات كنت بلعب نص مرة طب قولينا اكتر ماتش تفرجت عليه وكان نفسك تلعب الماتش ده الصراحة كان اول ماتش في كاس العالم انتخب مصر و ماتش قربوي ايو كانت ديوم نية حياتي بس انت كنت موجود في ماتش كونغو؟ لا كنت موجود او كنت موجود في ماتش كونغو ماتش كونغو كانت اجابتها ماتش كونغو اعتبر ماتش ده من اكتر ماتشات المؤثرة برضو اي اما من اكتر ماتشات المؤثرة بس يعني احساسي جنتي بلعب كاس العالم دي حاجة تانية خلصة طب كان جالنا سؤال من الناس بيقول بيتكلم على حركة اتكلمت على ان كان جالك عقدة الافيس وكان معيك وفترة كاس العالم هي اللي خليت الموضوع يتيقف ايه كواليس الموضوع؟ لا او ما اقولي وانا في معسكر كاس العالم في ايطاليا جابولي العقد وجابولي الاوفر وكده وبعدها ثلاثة يام حصل استبعدنا بمتخب وكده وساعتها كلموني بها وقالولي احنا لسه لسه هنشوف ممكن نشوف ان استنى كاس العالم ممكن بعد كاس العالم الكلام ده فلما كده قالولي كده عرفت ان ايه خلاص يعني اكيد ممكن يستنين اي حاجة تانية يعني لعيب تاني وكده وعايزين لاني كان لسه سن وصغير كان لسه عندي واحد وعشرين سنة بس انا متأكد ان حريك ان شاء الله فترة جاءت انا بقولك ان شاء الله انا عندي حلم وهوصله ان شاء الله ان انا حلم ان انا عرف الدورة اسبانية وهروح الدورة اسبانية واحنا مبسطين جدا والله ان حيكون تبعينا نحضة وربنا خليك كده ربنا خليك كده وكل سنة حيك طيب سمان طيبين كده كل يوم اهلا الله كرة تاعة 11 ويعني ان شاء الله ايه حاجة على موضوع كورونا والقاعدة في البيت والالتزام والكلام بس اكيد الناس عارفة يعني الناس في مصر دلوقتي كل الناس ملتزمة اكيد ويعني في مصر ما عندناش حالات كتير يعني مش زي اوروبا وكده واكيد الحكومة يعني ملتزمة كل الناس ملتزمة بشغلها وعارفها هي بتعمل ايه ان شاء الله يا رب بإذن الله الغمه دي تروح فقارة بوقت يعني وان شاء الله بتمنى كل حاجة ترجع ترجع طبيعي زي الاول مش زي يا كابتن وشكرا على وقت حضرتك وان شاء الله يكون مجول معينا تاني يلا كورو ربنا اخليك يا ربنا مكتر ماشي مع السلام